أيها الأخوة المواطنون نبدأ رصدنا اليوم بتوجيه رسالة عاجلة ومباشرة إلى الأخ القائد العام قوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني وكذلك إلى المقاتل الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وزير الداخلية وأيضا إلى الأخ الشيخ أسعد العيداني محافظ البصرة الفيحاء عندك الصورة وكذلك إلى المقاتل اللواء قاسم راشد زويد قاء الشرطة البصرة ورسالتنا حقيقة بكل ألم أن نشهد عودة بعض التصرفات الطائفية وإن دلت على شيء تدل بأن خلايا الميليشيات الداعشية ما زالت موجودة وتحتاج إلى موقف وطني وحازم وحاسم من قبل جيشنا الباصل وقواتنا الأمنية فإن الاعتداء السافر لمجموعة من الإرهابيين إن صح التعبير الدواعش الميليشياويين الوقحين على مقام الصحابي الجليل خادم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحبه أجمعين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في البصرة إنما هو تصرف وقح وإرهابي ويعيد إلى أذهاننا التصرفات الداعشية والميليشياوية التي مررنا بها واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نتصدى لها وأن نوئدها لكن هذه الخلايا النائمة تمثل خطرا كبيرا على الاستقرار وعلى النسيج المجتمعي وعلى الوحدة الوطنية والدينية في العراق إن الصحابية الجليل ومرقده وأعني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ليس ملك لأهل البصرة أو لمحافظها ولا للحكومة الاتحادية ورئيسها ولا للوقف السني ورئيسه ولا للعراقيين إنما هي ملك للأمة الإسلامية وأن هذا الاعتداء السافر هو اعتداء يمثل في مرحلة ومن عطف خطير نمر به كعراقيين جميعا وبالتالي فإننا ندعو ولا نكتفي بالبيان الذي أصدره ديوان الوقف السني والذي أنذر في بيانه بأنه قد يضطر إلى القضاء المركزي في بغداد لإيقاف هذه الانتهاكات وتحميل الحكومة المحلية المسؤولية عن عجزها في حماية أمن المجتمع كما جاء في البيان الصادر يوم أمس العاشر من التشرين الثاني لعام 2023 واردقول للأخوة الأعزة في ديوان الوقف السني ورئاسته والأخ الشيخ مشعان الخزرجي واش تنتظرون لأنه ما ترفعون دعو ليش ما متأخرين ليش هذا التأخير ليش أنه ننذر بأنه قيم دعوة لا قيمه دعاوة هذا من صلب الموضوع من صلب الاختصاص يفترض أن تقيم دعوة هذا التعدد تروح تشتكي وتقول تعالقوا كاميرات لو ماكوا كاميرات بالمكان نفرغ الكاميرات وهذا ليس الاعتداء الأول على مقاماتنا الدينية الإسلامية وأنا لو حدد في مقاماتنا الدينية الإسلامية أنها سنية أو شعية ممرين بما هو أكبر في استهداف الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء ودفعنا دم فهذه التصرفات مؤشر على أنه كتصرفات أكبر يستغلها مرضى النفوس من الإرهابيين من الدواعش الميليشياويين الدواعش الميليشياويين مدعوم من خارج العراق من الداخل العراق أنا ما يهمني أنا يهمني بالقانون يتوقفوهم وتعاقبوهم وتطلعوهم أمام الناس أمام الناس تقولهم ذو لهم المجرمين وإننا بذلك ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد شيئا السوداني وبصفته القائد العام قوات مسلحة وندعو المقاتل وزير الداخلية بصفته المسؤول على أمننا الوطن العراقي إلى ما يليه أولا بات من الضروري أن تذهبوا وتزوروا هذه المراقد المقدسة وتعرفوا لماذا هذا الاستهداف إليها هذا واحد اثنين ما الذي يمنع إذا كانت موجودة قلونا وإذا ما موجودة شنو يمنع أن نسوى مديرية لحماية المراقد المقدسة في العراق لا تتبع للوقف السنة ولا للوقف الشيئي يتتبع إلى وزارة الداخلية بامرة المقاتل وزير الداخلية يجب أن تكون هناك مديرية بامرة المقاتل وزير الداخلية وبإشراف السيد الرئيس أو القائد العام قوات مسلحة رئيس مجلس الوزراء واختاروا من شباب هذه المناطق ما شاء الله العراق كل موجود أنبياء وأماء وصحابة وأولياء اختاروا من أهل المناطق من يكونوا مؤهلين ودخلوهم دورات تدريبية تأهيلية أن يكونوا قادرون على أو قادرين على حفظ الأمن في هذه المناطق أما ذا ما قادرين يا جماعة خلاص نقل المراقد إلى أماكن أخرى ذا مقد الأمن أخي يعني هذا ما يصير هذا الكلام يعني شين يقول نقلها من البصرة يقبلون أهل البصرة كين ما يقبلون يقبل السيدة الشيخ أسعد العيداني ما هذه إساءة يا أخي ما هذه إساءة إساءة لدورك كمحافظ وإحلال رينك تنجح إساءة القوات الأمنية الشجاعة والبطلة والمقاتل قاسم راشد زويد مدير وقاء الشرطة البصرة الفعيحاء البطل هذه ما مقبولة فرجاءا إذا تكرر الأمر يعني هذا يؤشر بأنه لا بد أن ينقل الموضوع حتى على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي مو فقط على والله روح نشتكي روح نشتكي روح نشتكي ليش ما تشتكي أبو الوقف نشتكي وحطوا كاميرات وهذه الفتن تؤشر على أنه المخاطر ما زالت موجودة وعليها لأننا صدى لها اللهم هل بلغت اللهم فشد أيها الأخوة